سمعت قبل كده على تمارين كيجيل او تمارين لتقوية عضلات قاع الوحود طب ايه التمارين دي وبستخدمها وايه وايه اهميتها للرجال والسيدات والاطفال يلا بيا نبدأ اهلا بيكو في حلقة جديدة ومعرفو كابتن اوكا والنهاردة هنبتين نتكلم عن حلقة مهمة جدا عن تمارين كيجيل او كيجيل او كيجيل او كيجيل او تقوية عضلات قاع الوحود الحلقة دي موجهة للرجال والسيدات والاطفال للاسف الناس كتير بتحسب التمارين دي للسيدات فقط لا لكل الناس وهنبتين نقول كل واحد فيهم اهميته ليها ايه بس قبل ما ندخل في التفاصيل واهميته ايه احب فكرتين ادعانه وتعمل الحلقة لايك لو مش مشترك في كوروانتشير وتفعل زر جهاز شوط وصلاة كل جديد ايه اللي ممكن يضعف عضلات قاع الوحود عند بعض الامراض اللي ممكن تضعف عضلات قاع الحوض والعمليات الجراحية نبدأ الاول برقم واحد العملات الجراحية زي استقصال البروستاتا عن طريق الجراحة اثنين امراض زي امراض السكري الناس اللي عندها دايما السكر تبصت لانه وتعرفش تسيطر على المسانة بتاعته او انها تعمل حمام فتبصت لانه دايما ساعة بيحصل عندهم تنقيطة او انه ما بيلحقش يدخل الحمام وبيحصل انه يعمل حمام قبل ما يوصل ده بكله بسبب ضعف عضلات قاع الحوض عشان هو عنده مرض السكر وده اللي يضعف عضلات قاع الحوض ثلاثة فرط نشاط المسانة تبقى دي الحادات اللي ممكن تضعف عضلات قاع الحوض ممكن اصلا لو انا قوّط عضلات قاع الحوض يفيدني في ايه؟ برا التخصص اللي قلنا الرجال والسيدات والاطفال ايه تاني ممكن يفيدني دي؟ لو انا عندي سلس بولة او براز ده ممكن يفيدني بيه كتير دي دا ان انا ببعش تحكم نفسي في البول او في البراز عضلات قاع الحوض عيدني انها هتحكم فالاً انها هي العضلاتmee أصلاً مسؤولة عن اخراج امام او الخلف يعني اخراج البول او اخراج البراز هي العضلات دي هي اللي متحكمة فيها اثنينằ انا بحصل عندي طنقيف بعد تبول يعني بعد ما بتعمل حمام وبويش تتلاقى يبينقط حتى تقول انت خلصت حمام و لكن تبس لقاء يحصل طنقيف ده برضو بسبب ضعف عضلات قاع الحوض المتحكمة في الاخراج زي ما قولنا عن اخراج البول او اخراج البراز من بعض المشاكل اللي بتقابلني برضو في ضعف عضلات قراء الحود اللي هو عدم التحكم في خروج الغازات او اقاف الغازات البطنية يعني تلاقيني دايما مش عارف اتحكم في الغازات اللي في بطن كل شوية عمالي يحصل عندي ريح 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 وانا مش عارف اتحكم في الغازات الموجودة دوها بطني ده بيبقى بسبب ضعف عضلات قراء الحود نيجي بقى التخصص بتاعنا اهميته ايه للرجالة والستات والاطفال لو جينا للرجالة هنبوس لي ان هو بيساعد على زيادة القدرة الجنسية لو جينا للسيدات عشان طبعا عواملها اقتر فطبعا دي اشهر حاجة للناس بتقول عليها ان التمارين دي للسيدات فقط واحد ان هو بيساعدني على عدم سكوط المهبل طبعا ولو انا عندي سكوط المهبل بيساعدني ان هو يرجع تاني طبعا بيحصل بسبب بعد عمليات وسكوط الرحم بعد العمليات الولادة والحالات دو كلها بيبتدي يحصل سكوط للرحم وسكوط للامعاء او للمسانا فبيبتدي يعمل سكوط للمهبل طبعا لو انا عندي عضلات قاعة الحق حوية مش هيمصل للمرضوع ده كله اثنين تديق المهبل نفسه برضو بينتد عن طريق الولادة او الحمل وبسبب ضعف العضلات دي فالمهبل بيبتدي يوسع معي لان العضلات المتحكمة في المهبل والفتح والقفل هي اللي بتبقى عندي ضعيفة فبيبتدي يحصل عندي حدث ما ان المهبل نفسه يوسع فاستطر ان انا اعمل التمارين دي عشان المهبل يرجع الوضع ام طبيعي ثلاتة، تسهل عمليات الولادة طبعا بعد الحاملة او فترات الحاملة انا ممكن في فترات الحاملة اعمل التمارين دي عشان تساعدني وتسهل علي υولد طبعا اللي اتفاعوني الطبيعي نى�� وكما قلت انففح معي في الاطفال او ulate السلسل بول او البراز يعني ممكن الطفل هو نايم تبصر ليه صحي من النوم عامل حمام على نفسه ده بسر الضعف عضلات كراع الحود يعني ممكن اطفال تعمل التمارين اللي هنعملها اه طبعا ان التمارين سهلة جدا وهنبتيني اعملها مع بعض دلوقتي ونشوف ستعمل ازاي وزاي ما قلنا ينفع نعملها رجالة او سيدات او اطفال. طيب. قبل ما نبدأ التمارين هنبتيني نقول بعض النصائح او بعض الحالات اللي لازم نعملها اول حاجة لازم نعرف عضلات كراع الحود لازم تشد ازاي. اعرف فين عضلات كراع الحود عشان نشدها. لازم دايما هنخش نعمل كده تطربة او تست عشان انت بتيت تعرف عضلات كراع الحود فين. هتبتيت الاول تخش هتعمل حمام تبول هتعمل حمام بول عادي خالص wo ente في قوسة الحمام هتبتيت تعمل اقاف لل autos بعدين ترجع تاني اقاف لل da, verdadون ترجع تاني هي عضلات كراع الحود متحكمة فقفل المسانة وفتح المسانة عشان خاطر اعمل حمام يعني عشان اعمل تبول لازم العضلات دي تفتح او ترتخي وعشان اشد العضلات دي بيبتدي اوقف التبول ده مش تمرين اياد تستمر عليه فترة دي مصيبة انا بعرفك ازاي ان انت تحس بالعضلات دي ازاي يعمل انكباض للعضلات دي ده مش تمرين بعد ما عرفنا ازاي اصلا اعرف في ان العضلات بتعطيع الحدو ازاي شدها وزاي رخيها وقل لتربة او تست بتاعنا ازاي هنقول بعض النصائح التمرين العائلة عشان مش في كل تمرين هقول النصائح دي بتاعوني اciąش ازاي بشهده الرجلات دي اثنين ممنوعة تعمل اي تمارين التمرين دي مذا ما تفضل مش سنة خوالص احساب ان تخدني الحمام وتفضل مش سنة خلص ثلاثة ممنوع تدخل عضلات البطن أو عضلات الريدلين في التمرين يعني أي تمرين من اللي هعمله ده مش عاوزك خالص أني تتعمل انت تعمل انترباط في عضلات بطنك أو عضلات الريدلين كنا عاوزك مرتخي خالص ما بتشدش غير عضلات قرع الحود مع بعض الحركات البسيطة اللي احنا هنعملها أربعة وآخر حاجة ممنوعكات من نفس نهئة وانت بتلعب دايما مرخغ نفسك خالص وتاخد نفسك داخل وخارج مع تشد عضلات قرع الحود فقط مش عاوزين نتشنل خالص تمارين هنعملها مع بعض أنا حاولت أجيب لكم أسهل التمارين اللي نقدر نعملها في البيت مش لازم تنزل جيم في البيت خالص هتنام على الأرض ونعمل بعض التمارين السهلة هنتيني بشعة كلها مع بعض وقالوك التفاصيل جاءت وإحنا بنعمل الساهم حاجة التحذيرات اللي أنا قلتها دي تراعيها جدا وأنا أسف على التطول ولازم ندخل على طول في التمارين ويلا بينا نبدأ التمارين العملي زي ما اتفقنا التمارين كلها أنا مش محترق أشد أي حالة في جسمي لعضلات قرع الحود وحاول دايما أنك تنظم نفسك وإياك تشد بطنك أو عضلات رجليت على قد ما تقدر حاول قرع الحود بس ونظم النفسك هنبدأ دايما التمارين السهلة وهصعب السنة سنة كده مع بعض هنبدأ به التمرين الأولاني زي ما أنا خالص وفارج جسمي كده هبتيت زي ما أنا وإداءة الاتنين جامعة ومعاملش أي حاجة هبتيت أشد عضلات قرع الحود تحت خالص ومنظم نفسي بثبت من ثلاث عدات أو من ثلاث ثواني لخمس ثواني وده بيبقى السيكري الأولاني وزي ما قلنا لازم المسانة تبقى فاضية هبتيت أعملوا موضوع ده من ثلاث لخمس مرات من ثلاث ثواني لخمس ثواني مرحلة التانية أحاول أفعل شوية إن أنا خلي بدل من ثلاث ثواني لخمس ثواني لو من عشر ثواني أو من عشر عدات لخمستاشر عدة وده مهمة جدا ممكن لمرحلة التانية إن أنا قاعد من عشر لخمستاشر ثانية في المجموع أو في العدة ما تجيش من أول يوم تاني يوم تالت يوم رابع يوم أول موصل مرحلة إن أنا عارف أعمل انتوبار للعضلات دي تواثبت عليها من عشر لخمستاشر عدة هنبتدي نصعب شوية وإزاي ما أنا شادت عدلقة على الحود ومنظم نفسي الرجلية هتبقى متنية زي ما أنا كده رايح معاها والشادت جوة مش شادت بطني شادت عدلقة على الحود راجع تاني هبتدي أشتغل عشر عدات زي ما اشتغلنا وكل ده وانا عامل انتوبار جوة نفسي شغال عضلات بطني مريخية عضلات رجلي مريخية خلصنا العشر عدات رخيط عضلات بتاع قاع الحود هبتدي أبدل رجلي هفرد اليمين اشتغل بالشمال هبتدي الخطوة اللي بعدها ان انا هبتدي رجلي الاتنين سابتة شادت عضلات قاع الحود هبتدي أفرد رجلي واحدة لقدام بدأ مجلد بروح يمين وارجع تاني طبعا كل رجلي باشتغلها من عشر لخمستاشر عدة بس انا بختصر على قد ما اقدر عشان ما طاولش في الفيديو عالفاضي هبتدي ندخل لجزء الصعب بعد ما خلصنا التمرين السهلة كلها هنبتدي نصعب شوية زي ما نحط ايديا الاتنين جنبي وهبتدي ادخل جزء بسيط جدا من عضلات الالية مع عضلات قاع الحود وهبتدي أطلع لفوق أثبت فوق ثلاث ثواني أو ثلاث عدات هنزل هرخي عضلات قاع الحود وارخي عضلات جسم كلها بريد لي مش شدة خالص أنا لو في حالة شدت ما عضلات قاع الحود بيبقى عضلات الالية فقط وجزء بسيط جدا أحاول أرخيها على قد مقدر وتطلع العضل التقوية دي من جوة جوة هو اللي شايدت خالص زريح طبعا كل التمارين من اللي أحياء بنعملوا ده بنبتدي نشتغلوا من عشر أو خمستاشر عدة بس أنا دايما بختصي زي ما قلنا وصلنا للمرحلة دي أعزوين نصعب شوية اللي بتيدي نفسح اللي اللي اتنين هعملها في الوضع ده وهبدأ أبوش تاني زي ما أنا وبرضو عامل انكباط فعضلات قاع الحود بنزل بريح فالص ما فيش عضلة شدة وشد وأنا طالع كل التمارين اللي فاتت زي ما اتفقنا من عشر خمستاشر عدة والتمرين دا واتوا اللي قبلوا ما بيبقوش متصلين لأ ده أنا بعمل للانكباط وأنا فوق ولما بنزل تاني بارتخي خالص وأرجع تاني أطلع فوق أثبت ثلاث ثواني وأنا شادد بعدين أنزل أتخي هنيجي الأخر حاجة وهنزبت فيها بقى من عشر خمستاشر وهو البلانك العرسي زي ما أنا هيبقى صعب بشوية شتاة إحنا سايبينه آخر حاجة زي ما أنا أطلع فوق أثبت فوق شد عضلات قاع الحود على قد ما أنا على قد ما أقدر وحاول ترخي عضلات الإليا خالص أنا شادد ده كله أنا شادد أتنفس عادي مش كاتم لفسي كده إبقى خلصنا أسهل التمارين اللي نقدر نعملها في البيت بدون تولز أو بدون أدوات طبعا ممكن يدخل التمارين أكتر كتير بس أدواتها كتير والغرض من التمارين بكلها الاستمرارية يعني إنت لو خدت شاكلين ثلاثة مدولة واستمرت عليهم أحسن من اللي يعمل أربعين تمرين يومين يقول لي ما فيش نتيجة طبعا كل حسب ضعف العضلات بتاعتك كل ما النتيجة بتاعتك هتبقى إمتى يعني لو حد عنده مرحلة صعبة أو ضعيف جدا أو عنده للأسف مرض السكري ده ممكن يعد فترة طويلة عبر ما ده اسمه يستديد واحدة بدأت ولدت مرة أو اثنين وثلاثة واربعة وخمسة ونسيت نفسها ده تفتكر نفسها بعد خمس ست ولادات حد زيت في الوزن قوي وخاصة السيدات وحصل عندي سكوت في الرحم وسكوت في المسانة وحصل عندي سكوت في المهبل فالموضوع باز مني كتير فلازم تخر معايا فترة أطول فما ينفعش اللي أنا حدد مدة معينة لا أنا بقول لك أنت بنفسك أو أنت بنفسك أو أي حد مهما تان هيشوف التحسن بنفسه حسب فترة أو المشكلة بتاعته مزبيتها قد إيه ممكن شهر اثنين ثلاثة سنة ونت نوصل لمدة سنة عشان أنا بعمل لانكباض فعلي صح ولا بشدة عضلات الوسط وعضلات الإلية كتير عالفاضي لكن لو أنت بتعرف تشدة عضلات قرع الحد صح ومنتظم على التمارين دي زي ما قلنا من ثلاث أيام للخمسة أيام في الأسبوع طبعا خمسة أيام لحد الأرشي زي أنت رايح يومين يوم في النص ويوم في الآخر ما يفعش تقول لي هعمل السبعة أيام بتيدي اشتغل من ثلاث أيام لخمس أيام وزي ما قلنا التحسن هيبان سرعته حسب نسبة المشكلة اللي عندك أو حسب ضعف العضلات اللي عندك وصلت لمرحلة قد إيه فترة بعد ما خلصت التمارين العمل بتاعتنا يبقى خلصنا الحلقة وأنا أسف دايما لو طولت لازم بتأسف كل مرة لو طولت بس غرض دايما من التطويل دوت إن أنا أبتدي أجيب كل جزئية عشان ما نعملش حلقة واثنين وثلاثة واربعة أكون جيبت كل المفيد في حلقة واحدة وياريت الحلقة لو عربتك ما تنسانيش تعمل الحلقة لايك لو مش مشتريك فترة ناشتريك وتفاعل زر رأس الشوصال لكل جديد أنا معكم كابتن أوك